موسيقى خلال اجتماعه مع اتحاد شركات يونانية الرئيس السيسي يبحث انشاء كابل بحري مع اليونان لنقل القهرباء الى اوروبا بعثة وكالة التاقة الذرية تصل زابوريجيا وسط تبادل الاتهامات بين روسيا واوكرانيا بقصف محيط المحطة جونسون يقول ان بريطانيا ستنضي في بناء ثماني محطات نووية ووقف الاتماد على الطاقة من روسيا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشر اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح اسيسي رئيس اتحاد شركات كابلوزيس اليونانية الكهرباء ديمتري كابلوزيس وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لانتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر والعمل على نقلها الى اوروبا عبر اليونان من خلال انشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مصر لديها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب اكبر عدد ممكن من السائحين وذلك في ظل الازمة العالمية الحالية وخلال اجتماعه لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين اوضح مدبولي في هذا الصدد سرعة الترويج لمقاصد مصر السياحية وكذلك استهداف المزيد من الاسواق الجديدة كما نوها رئيس مجلس الوزراء كذلك الاهمية السياحة العلاجية ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة واكد مدبولي استعداد الحكومة لاتخاذ اي قرار من شأنه زيادة اعداد السائحين الوافدين الى مصر على الفور كما طلب رئيس الوزراء بان يتم الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية من اجل تحقيق المستهدفات في هذا القطع الحيوي وسنبدأ تنفيذها على الفور وصلت حركة الملاحة بقناة السويس انتظامها وسجلت التقارير الملاحية اليوم عبور 57 سفينة من الاتجاهين باجمالية حملات صافية قدرت بـ 3.4 مليون طن ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبعية مؤكدا على امتلاك الهيئة لخبرات الانقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة وأشر ربيع إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة احدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود أفينتي من جديد نجحت هيئة قناة السويس في إثبات القدرة المصرية في إدارة القناة التي تعد واحدة من أهم ممرات حركة التجارة العالمية بعدما تمكنت وخلال وقت وجيز من إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود أفينتي بعدما جنحت بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها وكعادتها في سرعة الاستجابة الفورية شكلت هيئة قناة السويس مجموعة عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة وأعادت ناقلة الوقود إلى الأزهان نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات التي جنحت في البقرة الملاحية للقناة في مارس من العام الماضي حيث بزلت الهيئة جهودا كبيرة من أجل تعويم السفينة وهو الأمر الذي لقى استحسانا كبيرا من الجهات الدولية قناة السويس تعتبر همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك فهي تربط بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وتوفر ما بين 8 إلى 11 يوما أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرقاء الصالح وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس حيث ساهم ذلك في تقليص فترة العبور إلى نحو 11 ساعة إضافية ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن أنها أطول قناة ملاحية في العالم وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليل نهار وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لازم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن فضلاً عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكتشف ويتابع حركة السفن على طول القناة ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف الأسازة جورج صفوط المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس أستاذ جورج بعد التحية احترافية كبيرة أظهرتها هيئة قناة السويس في التعامل مع السفينة الجانحة وفي وقت قياسي ووجيز استطاعت أن تعويم هذه السفينة الرسالة الهمة التي ترسل بها هيئة قناة السويس إلى العالم في التعامل مع مثل هذه الأزمات الطريقة بسكر حركة يمكن على المقدمة كما جاء في مقدمة حضرتك الجاهزية هي الرسالة الأبرز في هذا الموقف ككل الموقف ككل هو حادث جنوح عادي بيحدث في أي مجرى ملاحي في العالم جنحت ناقلة النفط أثانتي تحديدا في علامة الكيلومتر 141 الجنوح كان سببه الرئيسي هو توقف عمل البفة الخاصة بالسفينة وبالتالي حدوث شلل تام في أنظمة توجيه السفينة نتج عنه انحراف السفينة عن مصارها وجنوحها داخل قناة السويس تعاطي قناة السويس مع هذا الموقف هو اللي بيرسل رسالة للمجتمع الملاحي الدولي على قدرة القناة على التعامل مع أي موقف في طارق دارة هيئة قناة السويس برئاسة معالي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة اللي اتعاملت مع الموقف ده في دقائق معدودة بدأت يمكن فور تلقي البلاغ الساعة 7 وربع مساء وقت جنوح نقلة النفط في علامة الكيلومتر 141 عقب هذا الجنوح على الفور اتحركت خمس قطرات بحرية مصحوبة أو مدعومة بفريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس لموقع الحادث كان فيه تأدير للموقف سريع وتم إقرار خطة الإنقاذ أو التعويم اللي بدأت على الفور بعد جنوح السفينة قدرنا نعوم السفينة بشكل كامل خلال خمس ساعات فقط حفظنا على سلامة السفينة وبدن السفينة خصوصا أن حمولة هذه السفينة من النطف كانت ممكن تسبب مشكلة في حال تساروبها القناة السويس ولكن تبقى الاحترافية ومستويات البدقة العالية اللي بيقدمها أبطال القناة في كل موقف وبتؤكد عليها دوما القيادة السياسية وإدارة هيئة قناة السويس مستويات الجاهزية والاستعداد العالي للتعامل مع الموقف الطارق هي اللي أثمرت عن نجاح الهيئة في تعويم السفينة خلال خمس ساعات فقط تم فتح المجرى الملاحي مرة أخرى واستعادت حركة الملاحة بصورة طبيعية تماما عقب التعويم وأبحارت السفينة بمساعدة الأطراط التابعة لهيئة قناة السويس إلى الغاطس الجنوبي أو منطقة الانتظار الجنوبية في القناة أيضا النهاردة حركة الملاحة بتثير بصورة طبيعية تماما في قناة السويس استقبلنا 57 سفينة من كلا للتجاهين حمولات السفن اللي عبرت في القناة النهاردة وصلت إلى 3.4 مليون طن رسالة أخرى أيضا على قدرة القناة على التعامل بشكل يمكن ثوري وحاسم وبصورة مارنة جدا مع مختلف التحديات التي قد تواجه حركة الملاحة في قناة السويس بسبب أي موقف طارق نعم يمكن الحادث السابق وهو الأشهر للسفينة الجنحة إبر جيبن كان هو الأبرز والأكبر في العام السابق وأشاد العالم كله بالتعامل المصري وتعامل هيئة قناة السويس مع هذه الأزمة هل الرسالة الأهمة الآن أن مصر قادرة بالفعل على التعامل مع أي أزمات من هذه النوعية في الفترة القادمة وخاصة موجود إمكانات كبيرة وفرتها أو أظهرتها قناة السويس في التعامل مع هذا الحادث الذي يمكن أن نصنفه أنه حادث بسيط صحيح يمكن زي ما قلت لحضرتك بالضبط الرسالة الأبرز التي تؤكد عليها دوما الإدارة الوطنية لهيئة قناة السويس هي قدرة القناة على التعامل مع أي تحدي مهما كانت خطورته ومهما كان حجمه شفنا السفينة إبر جيبن يمكن في عام 2021 وقدرات وإمكانات قناة السويس في إنجاز هذا يمكن الحدث الذي صنفه كثير من خبراء النقل البحري على أنه شيء مستحيل أنه يتم تعويم سفينة بهذا الحجم في وقت قياسي تؤكد مرة أخرى في وقع مختلفة تمام القناة السويس على الارتقاء بمعدلات الجاهزية والاستعداد منفذ منور التعويم في وقت وجيز ونستعيد حركة الملاحة بمنتهى السهولة واليسر شيء يؤكد ويرسل رسالة مباشرة للمجتمع الملاحي الدولي قابلية القناة وقدرتها المطلقة على تأكيد ريادتها دوليا لعقود وعقود قادمة بإذن الله على صعيد حركة التجارة العالمية وهذه رسالة هامة في هذا التوقيت الحي والذي يمر به العالم من أزمات اقتصادية فبالتالي هيئة قناة السويس تعلن مرة أخرى عن نفسها وعن دورها ألهام وقدرتها وإمكانتها أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جورج صفوط المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس شكرا جزيلا لك شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال المؤتمر السنوي الأحد عشر لرؤساء البلمانات الأفريقية والمنعقد في جنوب أفريقيا وخلال كلمته أكد رئيس مجلس النواب أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائي تعد في صدارة الاهتمامات للقرى الأفريقية لكونها تشكل تهديدا وجوديا للشعوب والمجتمعات الأفريقية مؤكدا أن الدولة المصرية حارسة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي الأفريقية التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر نظيرها اليونانية والذي يزور مصر حاليا وقد تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وكذلك سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق المتوسط وشرق البحر المتوسط التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستنتينوس فولوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكرية بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنصيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات معربا عن تطلعه لمزيد من التنصيق بما يلب المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيضة بين مصر واليونان حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفع 54 للملحقين الدبلوميسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوميسية التابعي لوزارة الخارجية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتلمية وتطوير أدائهم في مختلف التقصصات نظمت القوات المسلحة احتفالية لتخريج دفع 54 للملحقين الدبلوميسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوميسية التابع لوزارة الخارجية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات بدأ الاحتفال باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة تلى ذلك عرض تكرير نجاح الدورة والموقف التدريبي تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل أعداد بدني حصل عليها الدارسون خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال درستهم بالكلية الحربية التي تعد من أعرق الصروح العلمية الرائدة للعسكرية المصرية وأعلن كبير معلم الكلية الحربية نتيجة الدورة وتم توزيع شهادات التخرج وتكريم الخريجين وتبادل الدروع ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد الدورة التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية مشيرا إلى حجم المسئولية الملقاة على عاطق الخريجين في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل كما ألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين والحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالة العسكرية والمدنية العمل السياسي والقوة العسكرية متلازمين ما تدرش أن تشتغل سياسة فقط بدون أن يكون عندك قوة رادة وقوة يعني تجعل العالم ينظر إليك باحترام وتقدير وبالتالي ده كان يمكن المبدأ الأساسي لدفع القيادة السياسية بأنها تفكر فعلا في تنفيذ هذا البرنامج اللي أعتقد أنه هو مفيد جدا ويمكن من سوق حظنا نحن كناس كبار في السن أننا لم نتعرض لمثل هذا البرنامج في شبابنا ولكن أعتقد أن هذا الموضوع أعتقد أنه هيكون مفيد جدا للأجيال القادمة وهيفيد الدبلوماسية المصرية وهو بيصب في النهاية في الأمن القومي المصري وفي العمل السياسي الخاص بجمهورية مصر العربية والله إحنا دائما بنقول أنه هو الدبلوماسي لابد أن تتوفر فيه بعض المواصفات أهمها هي الصبر والجلد وإحنا يعني النهاردة الدورة دي بتخلق لنا نوع من البعد في الدبلوماسي اللي هو الدبلوماسي المقاتل الدبلوماسي الذي يقاتل من أجل مصالح بلده ومن أجل تدعيم مكانتها وصورتها في الخارج إحنا قضينا هنا ست شهور كان فتر التعايش فعال مع أشقائنا وإخواتنا في الكليه الحربية عرفنا فيها أكتر عن المؤسسة القوات المسلحة وإزاي بيتم إعداد الفرض المقاتل وتعلمنا برضو بعض المهارات الأساسية اللي هي تكون ضرورية في حياتنا الدبلوماسية زي قوة التحمل زي التعامل مع المتغيرات العمل تحت ضخم على المستوى المعارفي التجربة بشكل عام كانت مفيدة جدا وسهمت أنها ترفع سقفتنا وتزود معلوماتنا على المستوى البدني فالدورة طبعا بفضل طوابير اليقى اليومية سهمت أنها ترفع كفائتنا البدنية وكمان على المستوى المهاري الدورة سعادتنا أن احنا نكتسب أو ننمي مهارات مهمة جدا لأي دبلوماسي زي الاندباط القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة مهارات القيادة إدارة الوقت دوت هيكون هيساعدنا جدا مش لازم فقط فيه الحياة الدبلوماسية من بعد ولكن الحياة الشخصية زي نفسها برضو في الجانب التعليمي والمواد التعليمية اللي احنا تعلمناها الجانب العسكري يكمل لنا العمل الدبلوماسي بتاعنا يكمل لنا الشق السياسي عند تحليل أي من الأحداث اللي بتحصل حاليا في الوقت فيه نوع من التاريخ العسكري فيه الفكر الاستراتيجي العسكري كل المواد دية تساعدنا أن احنا نقدر لما نيجي أحلل القضية معينة وتساعدني في عمل الدبلوماسي القادم يبقى عندي الوجهتين اللي أقدر أحلل بيهم ولا نقدر أقدم بيهم توصيات لصانع القرار أن ننفذ عملنا الدبلوماسي بشكل أكمل واجه من خلال ترابط العسكرية والدبلوماسية مع بعضنا وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة من ضبط نحو 511 قضية تمونية بمضبطات بلغت نحو 208 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط نحو 39 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط 154 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بين 185 قضية حبز ناقص الوزن و180 قضية حبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 455 طن أقماح محلية أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية رفاييل جروسي الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وذلك رغم ضربات استهدفت الطريق المؤدي إليها وقال جروسي إن فريقه عازم على القيام بالزيارة وتفاقد المحطة نحن نتحرك نحن على دراية بالوضع الحالي كان هناك نشاط عسكري متزايد بما في ذلك هذا الصباح وقد أطلعني القائد العسكري الأقليمي الأوكراني هنا على ذلك والمخاطر الراهنة وفي الوقت نفسه نعتبر أن لدينا الحد الأدنى من الشروط للتحرك ونقبل بأن المخاطر كبيرة جدا ومع ذلك أنا وفريق العمل نعتقد أنه يمكننا المضي قدما في هذا لدينا مهمة مهمة للغاية يجب تحقيقها كما تعلم سنبدأ على الفور في تقييم حالة الأمن والسلامة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وسأنظر في إمكانية إنشاء وجود مستمر للوكالة الدولية للطاقة الزرية في المحطة وهو ما نعتقد أنه لا يغنى عنه لتحقيق الاستقرار والحصول على تحديثات منتظمة وموصوقة ومحايدة من المهم جدا أن يعرف العالم ما يحدث في محطة زابوريجيا وصل مفاتشون من الوكالة الدولية للطاقة الزرية إلى محطة زابوريجيا النووية والتي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا وكان وصول الوافد قد أخرى بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة النووية في أوروبا والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس الماضي لا تزال روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات منذ أسابيع بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية فالجانب الروسي أعلن أن قواته قادت على مجموعتين للجيش الأوكراني بعد محاولة للهجوم على منشأ الزابوريجيا ففي بيان للجيش الروسي أوضح أن كييف تواصل الاستفزاز الذي يهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الزرية وإحداث تهديد بكارثة إنسانية في المحطة النووية وأضافت موسكو في بيانها أن المدفعية الأوكرانية قصفت أحد مباني مجمع معالجة النفايات المشعة الصلبة داخل محطة زابوريجيا مواضحة أن الوضع الإشاعي في المحطة ظل طبيعيا في الوقت الذي يراقب فيه الموظفون المنتظمون الحالة الفنية للمحطة النووية ويضمنون تشغيلها دون انقطاع أما الجانب الأوكراني فقد اتهم موسكو بقصف المدينة التي تحتوي المحطة النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الزرية كما اتهم كييف موسكو أيضا بتخزين أسلحة سقيلة في محطة زابوريجيا واستخدامها قاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية وهو الأمر الذي نفته موسكو من جانبها وأكدت أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها الاتهامات المتبادلة دفعت الوكالة الدولية للطاقة الزرية لإرسال بعثة للتفتيش على محطة زابوريجيا النووية بعد قصف أراضيها مرارا خلال الشهر الماضي مع اتهام بين كل من أوكرانيا وروسيا وإلقاء باللوم على الأخرى في شن هذه الهجمات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رافيا الكروسي يرأس شخصيا هذا الفريق المكون من عشرة أفراد على الأقل لتفتيش المحطة النووية لتقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المحطة وتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل بشكل فعال وفي محاولة لتهديئة الوضع في المحطة دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعملية التفتيش أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجيل لابروف عن تطلعه إلى أن تكون زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الزرية إلى محطة زابوريجيا موضوعية وقال لابروف في كلمة له إن موسكو ترغب في أن يتواصل العمل في محطة زابوريجيا بشكل آمن وأن لا تكون هناك كارثة نووية مشيرا إلى أن هناك من يريد إفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الزرية إلى المحطة النووية كان يجب مناقشتها ولكن دول البلطيق قد صرحت بأن روسيا لا يجب أن تحصل على نظام رفع التأشيرات قبل أن تحصل عليه أوكرانيا وجورجيا وعلى أي حال لقد استنتجنا العبر على مدى سنوات طويلة وكل مرة عندما تصرف شركائنا بشكل غير صحيح كنا نحاول التحدث إليهم والسنتاج العبار معهم والسير باتجاه تنفيذ الشعارات التي يرفعونها بأنفسهم لكن كل ذلك كان هباء وبالتالي نحن اقتنعنا بعدم قدرة الغرب على الحوار وكذلك الأمريكان لقد قاموا بقطع كل القنوات التي تحدثت عنها وكل منصات التعاون وبالتالي لا يمكننا التعويل عليهم بعد تلك العقوبات التي فرضوها علينا أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها تعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية وأضافت زخاروفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زبروجيا نعتمد على زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية للمساعدة في وقف تجاوز الحكومة الأوكرانية لقد تم اتخاذ التدابير اللازمة من الجانب الروسي لإتمام زيارة فريق الوكالة الدولية للتاخذ الذرية لمحطة زابوريتشا إننا نتعامل مع هذه القضية منذ ثلاثة أشهر بعد أن نصقنا الرحلة في الثالث من يونيو الماضي وتشكيل المهمة ووقتها والمسارات وما إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن روسيا تنتهك التزامتها بقصف ممر بعثة وكالة الطاقة الذرية المتوجهة إلى محطة زابوريتشا مشيرة إنه على روسيا الكف فورا عن هذه الاستفزازات الخطيرة والسماح بمرور بعثة وكالة الطاقة الذرية من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تعمل على ضمان وتأمين زيارة خبراء الطاقة الذرية لمحطة زابوريتشا النووية رغم محاولات النظام كييف عرقلت الزيارة وأوضحت أن الوضع في منطقة محطة زابوريتشا النووية معقد لكنه يبقى تحت سيطرتها الكاملة أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الجنرال بات رايدور على أهمية ضمان سلامة محطة زابوريتشا للطاقة النووية الأوكرانية في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة خلال الزيارة التي يكون بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة النووية لتحقيق الاستقرار ومراوقع أي حوادث نووية ورحب رايدور بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريتشا الواقعة جنوب أوكرانيا داعيا في الوقت نفسه روسيا لتمكين فريق الوكالة من دخول المحطة والقيام بعملها بدون أي معوقات تذكر اشتركوا في القناة اعلن منصق الامن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وقال كيربي أن واشنطن سبق وقد تعهدت بمبلغ 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية مشيرا أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار تكون مخاصصة لتدريب وإعداد القوات الأوكرانية هذا بالإضافة إلى عقود لشراء مسيرات وأسلحة وعكاد أعلن الرئيس الأوكراني بلودومير زيلينسكي أن بلاده صدرت بالفعل أكثر من مليون ونصف مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية وأضف الرئيس الأوكراني أن عمال الزراعة والموانئ والمسؤولين الحكوميين الذين عادوا إلى أوكرانيا هم الضامن الحقيقي للأمن الغذائي في البلدان الأفريقية بفضل مبادرة تصدير الحبوب أهلا بحضراتكم من جديد أوقفت شركة جازبروم كاملة إمدادات الغاز بموجب العقد مع شركة الطاقة الفرنسية إنجي وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع كامل تكاليف إمدادات الغاز لشهر يوليو وأكدت جازبروم أنها لم تتسلم المدفوعات الكاملة من الشركة الفرنسية للغاز الذي تم توريده بموجب العقود الحالية في يوليو بنهاية يوم العمل في 30 أغسطس ضمن الفترة المحددة ذلك أو لهذا السبب أخترت الشركة الروسية شركة إنجي القابضة بتعليق الكامل لإمدادات الغاز من الحادي أو الواحد من سبتمبر وحتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل تراجعت أسعار النفط في المعاملات الأسيوية بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من طباط أكبر للاقتصاد العالمية مع تجدد فرد قيود لمكافحة فيروس كرونا في الصين وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بالنسبة 4 من 10% إلى 95 دولارا و27 سنة للبرميلة وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط بالنسبة 4 من 10% لتسجل 89 دولارا و23 سنة للبرميل وجاءت أحدى تقلبات السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي تعملت فيها أو وجدت فيها العملات العسكرية الروسية في أوكرانيا بينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك جاهدة لزيادة الإنتاج أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفت هانزا إلغاء حوالي 800 رحلة جوية كان من المقرر أن تقوم بتيسيرها غدا الجمعة من مطاري فرانكفورت وميونيخ ذلك بسبب إضراب الطيرين وأوضحت الشركة أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على العديد من المسافرين العائدين في نهاية العطلة الصيفية أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة مليارين وتسعمائة مليون دولار تمتد على أربعة أعوام وأكد صندوق النقد أن أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدوم من الصندوق هو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدر على تحمل الديون حيث تخلفت تأثير لانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة نحو 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أنه لا بد من المضي في بناء محطة نووية جديدة لسد عكس الطاقة متابعا أن بلاده ستعمل على بناء ثماني محطات نووية في بريطانيا وستحاول تولد كهرباء من الرياح وفي كلمة له أضف جونسون أنه يجب أن تسرع البلاد وأوروبا في وقف الاعتماد على الطاقة من روسيا سنعمل على إصلاح الإمدادات من الطاقة ليس فقط لهذه الأجيال ولكن للأجيال المقبلة فأي طفل سيولد عام 2020 سيحصل على طاقة من هذه المحطة الجديدة حتى بعد أن تتقاعد ونعرف أن ذلك مجرد جزء من حملتنا الآن لبناء محطات نووية ونعمل على بناء ثماني محطات نووية عبر الأراضي البريطانية نعم لن تلبي احتياجاتنا كلها نحن نعمل الآن على محاولة قدر الإمكان زيادة احتياجاتنا من الإدروكاربيرات من البحر الأسود وكما تعلمنا أيضا نركز كثيرا على تطوير طاقة الإدروجان والتقاط الكربون وبسبب نشاط الحكومة سنعمل قدر الإمكان على التوصل إلى تصنيع 50 جيجا واتس من الطاقة من الطاقة الهوائية بحلول نهايات العام استعرض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الخطوط العريضة للدبلوماسية الفرنسية خلال الاجتماع السنوي الدوري مع صفراء بلاده المنعقد بقصر الإلزي في باريس واستعرض ماكرون خلال لقاء الصفراء الخطوط العريضة للدبلوماسية الفرنسية والسياسة التي يجب على فرنسا اتباعها أمام القضايا الدولية الرهنة فلا عن ذلك أود أن نتكلم عن ثلاث أهداف بسيطة التي تتكلم عن تستقع عملنا لأنه ما فعلناه خلال السنوات الأخيرة لم يكن مغلقا ولكن كان منفتحا على الآخرين الهدف الأول من الدبلوماسية هو دفاع عن القوة وعن الإرادة وعن سلطة فرنسا ونفوذها هذا هو الهدف الأول الأساسي الذي علينا أن نبني عليه عرفوا أن ذلك متسقون وذلك يبني الجسور بين الأهداف الوطنية والأهداف الدولية الناس كلهم ينظرون إلينا ويعرفون كم أن جيشنا قوي وكم أن اقتصادنا قوي أيضا نحن دهينا فترة طويلة من انعدام الصناعية ونحن اليوم بدأنا الأول فيما يتعلق بتطوير الأعمال وبريادة الأعمال ولكن لا زال طريق طويل أمامنا ويجب أن تخدم الدبلوماتية أجندة العمل هذه لأنه كلما زادت قواتنا على الصعيد الاقتصادي كلما زادت قدراتنا على إرساء سلام وتطوير نفوذنا وتحسينه أسقط الجيش التايواني لأول مرة طائرة مسيرة مدنية مجهولة دخلت المجال الجوي قرب جزيرة متاخمة لسحل الصين ذلك بعدما تعهدت الحكومة باتخاذ تدبير جديدة صارمة لتعامل مع مثل هذه الانتهاكات المتزايدة وتجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة منذ مطلع الشهر الماضي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه وكانت تايوان أطلقت تلقات تهدرية على مسيرة للمرة الأولى الثلاثاء الماضي بعدما أصدرت الرئيسة ساي أوامر للجيش باتخاذ تدبير مضادة قوية ضد ما وصفته بالاستبزازات الصينية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسبي حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة والتي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ لسكان المحليين وكذلك تقديم المساعدة المناسبة دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة في العراق إلى الانخراط في حوار وطني لسياغة طريق مشترك للمضي قدما بما يتفق مع دستور العراق وقوانينها وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي دعم الولايات المتحدة للعراق أو لعراق مستقلة وذي سيادة وأشهد بايدن بأداء القوات الأمنية العراقية وبقيادة القادمي للأوضاع خلال تصعد وطيرة التوترات والعنف معربا عن خالص تعزي لأسر الشهداء في المعارك الأخيرة قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الأحداث التي جرت مؤخرا بالبلاد مؤسفة وغير مقبولة ويجب بأمنع تكرارها تحت أي ضرف مشيرا إلى أهمية عمل لجنة تقاصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيدي ومهنية جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العراجي وقد جرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخرا نفت خلية الإعلام الأمنية بالعراق وقوع اضطرابات أمنية في محافظة البصرة وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية ألقت القبضة على عدد من المشتبه بهم في حادث قتل في مركز المحافظة موضحة أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها وأن الموقف هادئ تماما مع انتشار القوات الأمنية أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 13 إرهابيا شاركوا في هجمات على مواقع أمنية في محافظة كاركوكا كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التحادية في العراق تنفيذ سلسلة عمليات بحث وتفتيش فيديالي أصفرت عن ضبط أوكار للإرهابيين وأسلحة وعتاد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مصرح عن نفورة بدار الأبرة المصرية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة والتي شددت على أن يجرى حاليا العمل على تطوير المصرح استعدادا لانطلاق الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية ذلك خلال الفترة ما بين العشرين من أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر المقبل يتواصل صرف المقررات التامونية بالدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية والمقرر لهم بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وسيتم صرفه في صورة حزمة من السلع التامونية لمدة ستة أشهر تحية لكم بدأت منذ صباح اليوم بدء صرف السلع التامونية بالزيادات الجديدة في مختلف مدريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية نحن اليوم في إحدى الأماكن التي يتم صرف فيها السلع التامونية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي في محافظة الجيزة نشير بداية إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين وأيضا تحدثت مع عدد كبير منهم الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالحزمة التي أعلنت عنها الدولة ومسل في القيادة السياسية وأشير في هذه النقطة إلى أن هناك ستة وثلاثين مليون مستفيد من هذه الحزمة الحزمة الإجراءات الحماية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي حيث هناك الزيادات تصل من 100 إلى 300 جنيه 100 جنيه للبطاقات التامونية التي فيها أسرة واحدة و100 جنيه للبطاقات التامونية التي مسجل عليها من أسرتين إلى ثلاثة أما البطاقات التامونية التي فيها أكثر من أسرة فيصل الدعم فيها إلى 300 جنيه ومن لم يتمكن من الصرف اليوم له فرصة في الصرف غدا أو بعد الغد على مدار أيام الشهر لكي يتمكن من الصرف الزيادات أو السلع الغزائية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية عليكم زملائي في الستويل وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجة على بطاقات التموين وهو الأمر الذي أشهد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن وسط الأزمة التي يشهدها العالم المزيد في سياق هذا التقرير تنفيذا لتوجيات القيادة السياسية بدأت مدريات التموين على مستوى الجمهورية صرف الصلع الغذائية بالزيادات الجديدة التي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية حيث وجه رئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية أول يوم هو في الصرف المواطنين بدي عليهم السعادة زي ما انتم شايفين ما فيش تدبر من حاجة وبيتم الصرف 100 جنيه للأسراء الواحدة 200 جنيه للأسرين أو 3 و300 جنيه ل3 أسر في أقصر علاوة على السلع التموين التي تسوصها في الطبيعية التي تسوها في كل شيء الزيادة دي لمدة 6 أشهر احنا عندنا الحملات مستمرة خلال اليوم على مدار الشهر عندنا حملات بتطلع من المدرية وعندنا حملات من الإدارات التابعة للمدرية على مدار اليوم في حملات الصبح وفي حملات بعض الضور بتابع المخابز والبقالين والأسواء الحزمة الاستثنائية التي أقرتها الدولة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسر واحدة وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقة التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه إليها ده كوبون لبطاقة 5 أفراد 225 ووقت 100 جنيه بقى 325 دي بطاقة 4 أفراد بـ 200 جنيه تريع له كوبون بقى 300 جنيه فبقى ووقت الميت جنيه كمان يبقى كده 300 جنيه بالنسبة للمواطن بيطلع له كوبون العيش ويطلع له من تحت كوبون يطلع له جلك 100 جنيه مدد السور 100 جنيه مدد السور فالمواطن بيبقى عارف قبل ما يجي يصرف من تممين بيبقى عارف إنه جاينه 100 أو 200 أو 300 عدد المستفيدين من الدعم التمويني الإستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المواطن يصل إلى 36 مليون مستفيد وستكون زيادة من 100 جنيه حتى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقايدة بكل بطاقة تمونية تخفيفا عن كهل المواطنين ودعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية أحمد الحسيني التلفزيون المصري يواصل معرض أهل المدارس استقبال الأسر المصرية حيث يقدم تخفضات كبيرة على المستلزمات المدرسية المزيد ينم إلينا من المعرض الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود صف لنا المشهد لديك في معرض أهل المدارس أهلاً وصلاً بكم وبكل السادة المشاهدين أرحب بكم من أرض المعارض بمدينة نصر نتابع معكم اليوم الأول لمعرض أهل المدارس الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للجرف التجارية والذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس هذا المعرض الذي تنتظره الأسر المصرية كل عام لأن هذا المعرض يحتوي على كل ما تحتاجه الأسر المصرية والطلاب تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد هنا في هذا المعرض خاصة هذه النسخة تشهد زيادة في عدد العارضين والشركات المشاركة في هذا المعرض نتحدث عن 200 عارض من مختلف المنتجات الخاصة بالمستلزمات المدرسية هذا المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع هنا كل المنتجات وكل المستلزمات الخاصة بالمدارس تتواجد في مكان واحد في هذا المعرض هنا نتحدث عن الأدوات المكتبية نتحدث عن الأحذية والشنط نتحدث أيضاً عن المنتجات الجذائية التي تتواجد هنا وبصناعة مصرية 100% ما يميز هذا المعرض وما تحدث به الأسر التي استحبت أطفالها وتواجدوا هنا في هذا المعرض هي التخفضات الموجودة على كل المستلزمات المدرسية نتحدث عن تخفضات تصل إلى 25 و30% في بعض المنتجات وبعض المنتجات الأخرى يصل بها التخفضات إلى نسبة 40% العارضين الذين تحدثنا معهم تحدثوا عن سعادتهم بهذا المعرض نظراً لما تليه الدولة باهتمام بالصناع والمنتجين المحليين فهي فرصة لتسويق منتجاتهم وبيعها بأسعار مناسبة وأيضاً الجمهور الذي توافد على هذا المعرض من مختلف المحافظات رأينا أيضاً من محافظة السويس وبعض المحافظات الأخرى الذين توافدوا بمجرد أن علموا ببدء نسخة جديدة من معرض أهل المدارس تحدثوا عن أيضاً الأسعار التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية وأيضاً تحدثوا عن التخفضات الموجودة داخل المعرض نتحدث أيضاً على أن هناك منتجات جودتها عالية جداً وهذا ما تحدث عنه أيضاً أولياء الأمور والأسر التي تواجدت في معرض أهل المدارس ليس فقط الأسعار وليست فقط التخفضات هي الموجودة هنا في معرض أهل المدارس ولكن أيضاً جودة المنتجات جودة عالية جداً فبالتالي يطمئن الأسر على هذه المنتجات الموجودة اليوم الأول الذي نتواجد فيه ونرصد لكم الصورة هنا هناك إقبال كبير جداً من المواطنين على هذا المعرض الذي بالطبع ينتظرونه كل عام ليقدم لهم كل الخدمات وكل الأسعار والتخفضات المناسبة فيما يتعلق بكل الأدوات المدرسية كما تحدثنا الأدوات المكتبية الشنط والأحذية كل هذه الأمور تتواجد بأسعار وبتخفضات عالية وهذا يعني خطة الدولة في التيسير على المواطنين وتقديم في المناسبات مثل هذه المناسبات كبداية العام الدراسي الجديد تقديم كل التسهيلات لهم في عرض الأسعار بأسعار رمزية وبتخفضات كبيرة تصل كما تحدثنا إلى 40% هذه هي الصورة من داخل معرض أهل المدارس في يومه الأول والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم ليس فقط مصر واليونانة ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية وترسيخا لغضية مصر كمحورا مركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديمتري كوبيلوزيس رئيس التحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية الكهرباء وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر والعمل على نقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كبل بحري للربط الكهربائي بين البلدين حيث أعرب رئيس التحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة خاصة في قطاع القهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر والتي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال اللقاء استعرض الوزير المشروعات القومية وتنموية التي تشارك في تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات استراتيجية مصر المياه تساهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر سعيا لامتلاك الإمكانات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها انطلقت أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المساوى الوزري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويناقش المجلس مشروع جدول الأعمال والذي يتضمن عددا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت عام 2019 وكذلك التحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا عام 2023 انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ فعالية ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يمتد لثلاثة أيام وبمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية يناقش الملتقى الشراق بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي كما سيبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب النشعة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها نهاية نشرة الثالثة ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها خلال اجتماعه مع اتحاد شركات يونانية الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث إنشاء كابل بحري مع اليونان لنقل الكهرباء إلى أوروبا بعثت وكالة الطاقة الزرية تصل زابوريجيا وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بقصف محيط المحطة جونسون يقول إن بريطانيا ستمضي في بناء ثماني محطات نووية ووقف الاعتماد على الطاقة من روسيا إذن انتهت نشرة الثالثة نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة